وفي الجانب الآخر من الخدمات كشف مدير مستشفى صلاح الدين الدكتور فياضة جبوري عن مواصلة استقبال المواطنين من عموم المحافظة خصوصا في صالات الطوارئ فضلا عن الرانين والمفرس الحلزوني وأشار إلى تخصيص المستشفى للنسائية والأطفال بعد افتتاح تكريت التعليمي مع مواصلة المختبر إجراء عشرات التحاليل يوميا ردة النسائية أيضا تشمل صالة ولاده وصالة عمليات وردة الأطفال تشمل كل الخدمات المقدمة لأي طفل يدخل في هذه تقريبا يوميا نستقبل خمسين مراجع أطفال بالعيادة الاستشارية والدخول عندنا يعني اللي يحتاجون دخول تقريبا خمسة وعشين مراجع الردها النسائية كذلك نستخدم بحدود خمسين مراجعات والدخول بحدود عشرة إلى خمسة عشر رقود يوميا الحالات اللي صعبة وتحتاج إلى رقود هي حالات تحتاج أن تدخل المريضة في المستشفى وتتابع من قبل الطبيبات الخصائيات لدينا أيضا بقى لدينا مختبر يعمل كافة التحاليل اللازمة ونعمل بجد وإجهاد ونستقبل في الشهر تقريبا ما يقابل مئتين وخمسين تحليل بكافة أنواع التحاليل لدينا المفرس والرنين المفرس بحدود خمسة يومية يعني بالشهر مئة وخمسين مفرس والرنين عشرة تقريبا ثلاثمية رنين نجري والسونار بحدود مئة وخمسين مريض في الشهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر